انطلقت فعليات الدورة العاشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي وذلك تحت عنوان الاقتصاد المصري تحديات وأولويات وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ركزت جلسات المؤتمر على مناقشة ملفات الصناعة والتصدير والسياسات المالية والنقدية وقطع الأعمال العام والعقار ومواد البناء والاستثمارات الرياضية وركزت الجلسات التحضيرية للمؤتمر على تحديات الاستثمار وضبط سعر الصرف وتوفير الدولار وعدم استيراد السلع غير الضرورية وزيادة الصادرات المصرية